السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامة صراحة صار لي فترة ناوي أني أصور هذا الفيديو وأصرد هذه القصة اللي حالها حال قصص الجرائم وقصص النجاح والقصص العجيبة والغريبة اللي أرويها فيها القناة وصراحة يعني كل يوم والثاني أقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة الحد ما خلاص يعني لازم أني أصور هذا الفيديو وقدما أجلت لازم أصور أو أني أتكلم فيها القصة هذه مثل ما انتوا شايفين في العنوان قصتي مع أبو طلال الحمراني من هو أبو طلال الحمراني وليش يعني شنو اللي صار معاي أو يعني اللي حصل مع الأستاذ أبو طلال الحمراني بيني وبينه اللي حصل يا أخوان وقبل لأبدأ في سرد أحداث هالقصة أتمنى من الإخوة والأخوات يشاركون هذا الفيديو وأنه يصل للأستاذ أبو طلال الحمراني بدأت المحتوى أو بدأت إنشاء المحتوى على منصة اليوتيوب في بداية عام 2021 وكان المحتوى اللي أسويه خاص بالعشائر والقبائل والأحساب والأنساب وصراحة هذا المحتوى محتوى متعب جدا وحساس في نفس الوقت يعني ما في مجال للخطأ ما في مجال أنك والله يعني تجتهد أو تألف أو أنك يعني تسولف مثل ما يقولون من ورى ظهرك والسولف هذه لازم تكون دقيقة جدا لأنه أنت تسولف في حسب ونسب وكذا والأمور وأبناء القبائل يعرفون الأمور هذه المهم بدأت في هذا المشوار وظليت تقريبا حوالي سنة وسبع ثمانة شهور وأنا ماشي فيها المحتوى وقدرت أني أنتج خلال هالسنة ونص حوالي 200 إلى 250 فيديو والفيديوهات هذه يعني تشلت مني وقت وتعب واتصالات وتواصل وصراحة ما أنكر أني حققت شهرة واسعة من خلال الفيديوهات اللي كنت أسويها هذه عن القبائل والعشائر وخصوصا قبيلتي قبيلة النعيم ولكن في النهاية وجدت أنه يعني قاعد أتعب تعب على الفاضي بدون تقدير بدون دعم بدون يعني أي شكر من الإخوة والإخوان وأبناء العمومة إلا يعني شيء لا يذكر يعني أب يعني أظل أبحث عدة أيام ولا أسبوع لحتى أقدر أقدم فيديو فيه معلومات يستفيد منها أبناء القبيلة والعشيرة في النهاية ما تحصد إلا يعني ألف ولألف وخمسمية ولألفين مشاهدة مع ميت لايك في يوم من الأيام واحد من الأشخاص أو الأصدقاء المقربين قال يا مهدي أنت يعني تسوي فيديوهات ومونتاج وقبائل وعشائر وتتعب وهو يعرف أنه أنا قديش أتعب في جمع المعلومات وتصوير الفيديوهات والمونتاج والفيديوهات كلها كانت بالصوت والصورة وطبعا أنا خلال الفترة أو بداية إنشاء المحتوى مثل ما تعرفون يعني حاجز الكاميرا هذا أنك تطلع أمام الكاميرا وتتحدث ويشوفك يعني الألوف من الناس أو مئات الألوف شيء صعب جداً موأي شخص يقدر يواجه الكاميرا ويعني ينشئ محتوى على اليوتيوب ولا على منصة ثانية وأنه يطلع بالصوت والصورة المهم أني قدرت أكسر هذا الحاجز والآن أنا ما عندي مشكلة أبداً أني أطلع صوت والصورة ولكن المحتوى اللي ينقدمه من خلال القصص المستمع أو المتابع آه وده محتوى القصة ما وده يشوف تعابير الوجه ولا يشوف يعني شلون آه يعني يحتاج محتوى القصص صوت المتابع يحب الصوت أو يشوف شنو محتوى القصة هذه المهم هذا الشخص أو الصديق قال يا مهدي أنت تتعب على الفاضي وتصور وموانتاج وقصص وروايات وبالنهاية ما أنت مستفيد شيء يا أخي في شخص كويتي عنده قناة على اليوتيوب وأنا متابع له من زمان وما شاء الله عليه عنده قبول وعنده متابعين وعنده قصص شنو هذا المحتوى يا فلان قال لي المهم كتب لي اسم القناة ودخلنا على القناة الأستاذ أبو طلال الحمراني سوالا في طريق وبدأت أتابع الفيديوهات وأشاهد القصص اللي رويها الأستاذ أبو طلال الحمراني وصراحة أعجبني المحتوى وشاهدت قبول ما شاء الله تبارك الله عنده الرجل وحبيت الصوت وحبيت الطريقة وحبيت الإلقاء ولكن ظليت مستمر في إنشاء الفيديوهات هذه اللي عن القبائل والعشائر وصرت بشكل يومي في وقت الفراغ أو لما أجي ودي أمام صرت أستمع لقصص الأستاذ أبو طلال الحمراني صرت من خلال المحتوى اللي أقدمه كل أسبوع أشيل قصة من قصص الأستاذ أبو طلال وأنزلها عندي في القناة أشيل الصوت فقط وأصور أنا فيديو على الطريق وحط صوت أبو طلال على الفيديو اللي أنا أمصوره وأنشروا عندي على القناة نشرط ثلاث أربع فيديوهات لحد ما وصلت بعدين إلى مرحلة أنه الفيديوهات اللي قاعد أنتجها عن القبائل والعشائر أتعب على الفاضي بدون شكر بدون تقدير إلا من الأشخاص يعني العدد قليل من أبناء العمومة أو الأشخاص اللي حابين المحتوى اللي أقدمه فوصلت المرحلة يعني قلت خلاص ما عاد يعني ما أنا مستفيد شيء رغم الشهرة الواسعة اللي حققتها المهم مثل ما تعرفون اللي يسوله في الحقيقة دائما محارب وبسبب بعض الفيديوهات أو بعض الكلام اللي تحدثت فيه تعرضت لعدة مشاكل وقررت إني أوقف المحتوى اللي أتحدث فيه عن القبائل والعشائر ولازم إني أبدأ مشوار جديد وبالصدفة يشيرجع يشوفني الشخص هذا صديقي وقال يا أخي أتركك من القبائل والعشائر وسوي محتوى تستفيد منه وتستفيد منه هالناس وفي النهاية يعني تحس بثمرة التعب اللي تتعبه وفي رمضان السنة الماضية تقريبا في منتصف رمضان أو بدايات رمضان بدأت أفكر أني ألجأ إلى محتوى القصص اللي صار أني كنت أنا خلال الفترة الماضية من المعجبين بقصص الأستاذ أبو طلال الحمراني وقلت الشخص هذا شنو قال لي كمان قال لي أنه الأستاذ أبو طلال قال في فيديوهاته لأنه الشخص هذا مشاهد كل الفيديوهات والقصص عند أبو طلال قال أبو طلال أنه يعني يقدر أي شخص يأخذ القصص هذه وينشرها عنده وبما أنه أنا عندي إلمام كامل في قوانين اليوتيوب والمحتوى وحقوق الطبع والنشر فما أقدر أجي أخذ فيديوهات أبو طلال مثل ما هي وأحطها عندي فبدأت أفكر في طريقة شلون أني يعني أخذ قصص أبو طلال وأنشرها عندي بما أنه الرجل قال يقدر أي شخص يأخذ المحتوى هذا ويحطه عنده أو ينشره أنا ما عندي مشكلة أبدا فقلت مو حلوة أني أخذ قصص الرجل أو يعني الفيديوهات تبعيته مثل ما هي أحطها عندي لأني رح أخذ مخالفات عليها وتتقفل القناة ففكرت في طريقة أني أصور الفيديوهات على الطريق أو في مثلا مثل ما الفيديوهات اللي أصورها أنا من خلال القصص أصور الشارع والأصور الأجواء المحيطة وصرت أجيب صوت الأستاذ أبو طلال وحطه في القصص هذه نشرت أول قصة والثانية والثالثة والرابعة نشرت ست قصص وخلال هالست قصص هذلنا وخلال الأسبوع اللي نشرت فيهن القصص كل يوم كنت أنشر قصة من القصص اللي كانت معجبتني وحبيت أنها تكون عندي في القناة وبدأ يجيني متابعين وصارت المشاهدات ترتفع والحمد لله الأمور عال العال في هذاك اليوم في منتصف رمضان تقريبا نشرت فيديو عند السعور وكنت أشيك على القناة والأمور ماشية وما في مشاكل وأنا ما أخذ بس صوت الأستاذ أبو طلال وحطه عندي على الفيديوهات تسحرت ونمت هذاك اليوم قعدت الساعة 12 من النوم مسكت التليفون علشان أرد على التعليقات وأشوف شنو اللي صاير وشنو المشاهدات أتفاجأ وإلا محذوف عندي سبع فيديوهات دخلت على البريد الإلكتروني جايني رسائل على البريد الإلكتروني وإلا جايني انذارين على القناة والانذار الثالث على الطريق وقناة اليوتيوب ثلاث انذارات تتقفل نهائي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شنو اللي صاير دخلت على البريد الإلكتروني وإلا جايني رسائل من قناة الأستاذ أبو طلال الحمراني يعني الأستاذ أبو طلال مقدم شكوى على اليوتيوب بيحذف الفيديوهات هذه لأنها فيها صوته واليوتيوب مباشرة يتجاوب لشكوى هذه وفعلا تم حذف السبع فيديوهات مع انذارين والانذار بقي معلق خلال أسبوع إن حذفت الفيديو اللي جاي عليه الانذار الثالث كان بها وإن ما حذفت الفيديو آكل الانذار الثالث وتتقفل القناة الرجل أبو طلال الحمراني له كل الاحترام والتقدير وأوجه له التحية من خلال هذا الفيديو ولكل متابعين الأستاذ أبو طلال الحمراني شنو سوى الرجل؟ شوفه كل واحد يشتغل بأصله الرجل قادر من خلال ثلاث قصص فقط يسكر لي القناة ويقفل ليها ولكن شنو سوى من طيب أصله الرجل سوى ست فيديوهات بانذارين يعني يقدر الواحد يجمع كل ثلاث فيديوهات بانذار وفيديو أو الفيديو السابع بانذار علشان ما يقفل لي القناة ويقول لي يعني يا مهدي ترى هذا المحتوى لي لا تنشره عندك على اليوتيوب وطبعا الفيديوهات أو القصص هذه اللي نشرها أنا عندي للأستاذ أبو طلال بصوته والفيديوهات لي شلون وصلت للأستاذ أبو طلال أو شلون عرف طبعا اليوتيوب لما أنا أخذ الصوت ما يودي لصاحب القناة للأستاذ أبو طلال أنه هذا الشخص أخذ صوتك ونشره عنده إلا إذا أخذت الفيديو مثل ما هو يجي على القناة يقول له هذا الشخص أخذ الفيديو تابعك ونشره عنده على القناة فمن خلال محبين الأستاذ أبو طلال الحمراني والغيرين على قناته وهذا شيء طبيعي كل شخص يكون عنده محبين ومعجبين وغيرين على التعب اللي يقوم فيه الرجل الظاهر فيه من الأشخاص المحبين الأستاذ عم طلال وصلوا له أنه في هذا الشخص قاعد يأخذ فيديوهاتك وينشرها عنده على القناة المهم ما لكم بالطويل لما قعدت وشفت الإنذارات والإشارات الحمر والقائمة الساعة عندي في القناة وما هي قاعدة الحل يا مهدي في البداية انزعجت وزعلت على التعب لأنه القناة واقفة على نكشة صغيرة المهم قمت حذفت الفيديو اللي جاي عليه الإنذار الثالث وصليت على النبي ووحدت الله وبدأت أفكر يعني انصدمت الصراحة يعني التعب اللي صار لي فترة أتعبه القناة مهددة بالإغلاق إلا أن الرجل وشهادة الله يعني الإنسان أنا لا من باب المجاملة ولا من باب التطبيل ولا من باب الرجل اشتغل بأصله ما قفل لي القناة ولكن اعطاني إنذار قال بدير بالك يعني الفيديوهات مهلك ومفروض أنت ما تنشرها أنا صراحة رجعت نفسي وعرفت أنه أنا غلطان بأخذ محتوى الرجل ونشره عندي صحيح أنا قاعد أصور الفيديوهات على الطريق ولكن الصوت له ومحتوى القصة له رجعت على فيديوهات أبو طلال وصرت أشاهد الفيديوهات والقصص وودي أشوف وين الفيديو أو القصة اللي قال فيها أنه أي شخص يقدر ياخذ المحتوى وينشره عنده وفعلا وجدت في أحد البثوث المباشرة اللي مسويها الأستاذ فيصل أبو طلال وكان يسأل بعض الأشخاص أنه يا أبو طلال إحنا ودنا ناخذ القصص هذه تبعك ونشرها عندنا فكان رد الأستاذ أبو طلال قال القناة وصاحب القناة على حسابكم ولكن انشروا المحتوى هذا وين ما ودكم إلا على اليوتيوب لا تأخذون القصص هذه وتنشرونها على اليوتيوب هنا أنا كانت فيتثني هذه القصة وسبحان الله كله ابن آدم من خطاء وخير الخطائين التوابين وأنا أعترف بخطائي وإني أخذت محتوى الرجل ونشرته عندي لكن كان الأمر هذا في البداية وبعدين يعني القناة نزلت في الأرض وقلت ودي أنا أنشر القصص بصوتي وبدأت أبحث في المواقع ونشرت أكثر من قصة من قصص الأستاذ أبو طلال ولكن رويتها بالثاني عندي في القناة والحمد لله لقيت قبول وتروح الأيام وتجي الأيام حققت نجاح صار يجيني متابعين والقصص كانت يعني نوعا ما في البداية طريقة السرد مثل ما تعرفون من خلال الممارسة تتحسن طريقة السرد والتفاعل مع الأحداث كما الأستاذ أبو طلال حمراني لما تروح على فيديوهاته في البداية يعني طريقة السرد أقل من عادية إلا أن مع مرور الوقت والممارسة ما شاء الله عليه الأستاذ أبو طلال صار يعني عجوبة من العجائب في سرد القصص ولا بمجرد ما دخلت على القصة خلاص ما عاد تقدر تتركها لازم تتابعها للآخر وأبو طلال الأستاذ دائما يقدم النصح من خلال القصص والفيديوهات اللي ينشرها إلا إن بدأت أنا أعاني من هذا الموضوع يجيني الكثير من متابعين الأستاذ أبو طلال الحمراني وبدأوا يتنمرون يعني يسلفون سوالف ما أنظر الله بها من سلطان وواحد يقول لك أبو طلال من جولي شيك وأبو طلال ما بعرف من وين وأبو طلال وقاعد أنت تسرق محتوى أبو طلال صراحة أنا في البداية سلفتكم عن القصة اللي حدثت وعرفت أنه أنا أخطأت وبعدين بدأت أنشئ محتوى خاص بي وبأسلوبي وبلهجتي والرجل يتكلم بلهجة كويتية وأنا أتكلم باللهجة البدوية السورية اللي هي خليط قريبة من اللهجة الأردنية من اللهجة السعودية من اللهجة الخليجية بشكل عام فبعض الأشخاص ما أدري شلون يفكرون يعني الإنسان يفكر بعقله والتروي مطلوب فبدأت الاتهامات والتعليقات السيئة تنهال علي وعلى الفيديوهات وعلى القصص وأنت قاعد تسرق محتوى الرجل وحتى بالنسبة للصور المصغرة هاي الصورة تشوفونها في الفيديو قبل أن تضغط على الفيديو الصراحة الرجل قال في أحد الفيديوهات أو في أحد البثوث المباشرة أنه أنا صراحة شايف أنه القناة ناجح وما شاء الله لاقي قبول وأي شخص يشوف أنه هالمحتوى هذا ناجح فيسوي مثله يعني الرجل هو قاعد يقول لك اللي شايف قناتي ناجح سوي مثلها وانجح المهم الأستاذ أبو طلال فتح طريق ومشه فيه أو فتح مشروع ونجح في هذا المشروع وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن تقدم إلى تقدم ومن الطبيعي لما أنت تشوف شخص فاتح مشروع ولا فاتح مصلحة ونجح فيها من الطبيعي أنه أنه الناس تقلدوا أو تساوي مثل هذا المشروع لأجل أنها تنجح مثل ما نجح هذاك يعني الصيدليات تلاقي الصيدلية الحيط على الحيط سوبر ماركت على سوبر ماركت ما يفصل بيناتهم إلا حيط واحد والأرزاق على الله سبحانه وتعالى ورجل ما عنده مشكلة إلا أن المشكلة في بعض الأشخاص مريضي النفوس اللي يشوفون أنه أنت ما لازم تنجح ما لازم أنك ليش يعني تجون تعلقونه التعليقات السيئة هذه إلى درجة أنا وصلت حضرت أو سويت فلتر لأي شخص يكتب أبو طلال الحمراني لأنه عندي في القناة يجون ويسبون ويشتمون ومن متابعين أستاذ طلال الحمراني قلة قليلة منهم طبعا ويقول لك أنت قاعد تسرق المحتوى وأنت أبو طلال من جولي شيك أو أبو طلال من أو أبو طلال الصيني أو أبو طلال يعني كلماته الله العظيم لو تشوفون التعليقات شيء مخزي صراحة فالأشخاص هذولا مهم عرفانين أنهم قاعدين يسوقون للأستاذ أبو طلال الحمراني من خلال تعليقاتهم أنا لما يجيني متابع من عند الأستاذ أبو طلال ويغلط بالتعليقات فهو قاعد يسيء للأستاذ أبو طلال بدون لا يعلم ويجيني كثير من الأشخاص أو من المتابعين الأستاذ أبو طلال الحمراني وكثير منهم من المتابعين للأستاذ متابعيني ويتابعون قصصه ويتابعون قصصي ولكل واحد اسلوبه لكن يجيك مريض النفس يقول لك انت قاعد تقلد ابو طلال والصورة المصغرة نفسها هذه انت قاعد تسويها او انك تسرقها منه الصورة المصغرة يا اخوان والله العظيم اني اتعب عليها اكثر ما اتعب على سرد القصة احيانا الصورة اظل عليها ساعة ولا ساعتين حتى تبحث عن الصورة المعبرة ولا الشخصية اللي يتمثل او انها توحي للقصة او انها يعني تكون قريبة من محتوى القصة اللي نتحدث فيها فهذا الامر كله تعب يجيك واحد اخر شي يقول لك ابو طلال من جولي شيك ابو طلال الصيني يا اخي والله ما ادري اتمنى انه الاخوان يوصلون فيديو هذا للاستاذ ابو طلال اللي صار ناشر 1500 وشوية قصص ودائما النصائح والعبر يتكلم فيها الاستاذ ابو طلال وللاسف يجيك واحد مريض النفس ما اتعظ ولا انتصح من النصائح اللي انصح ابو طلال ومنها التنمر انت جاي تتنمر علي اليوتيوب مليان محتويات ومليان ناس تقلد بعضها وكثير من الاشخاص يجون يدخلون ويكتبون في التعليقات لن تصبح ابو طلال يا اخي مين قالك انه انا ودي اصبح ابو طلال الرجل له شخصيته وانا لي شخصيتي الرجل له اسلوبه في سرد القصص وطريقة القصص وانا لي طريقتي يا اخي الا ان عبث فحضرت المئات من الاشخاص هذولة اللي اساءوا في التعليقات وصراحة يعني مثل ما قلت في اه او سابقا يسيؤون لشخص الاستاذ ابو طلال بدون لا يعلمون الاستاذ في قمة الاحترام والاخلاق ودائما يوعي الناس ولا تتنمرون والتنمر مهوزين يعني ليش انت تتنمر على لا 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 يعني مثلا عندك اليوتيوب مليان محتويات المحتويات العائلية هذي والمحتويات الالعاب ان كان البوبجي ولا غيرها وكل الاشخاص تقلد بعضها يا اخي اش معنى يعني تجون على مهدي النعيمي وتقولون لن تصبح ابو طلال وانت تقلد ابو طلال وقاعد تسرق محتوى ابو طلال وتصور بالشارع مثل ابو طلال يا اخي الرجل يصور بالكويت وانا قاعد اصور بالاردن وبعدين في كثير من القنوات لاخواننا من رواة القصص في الخليج من اخواننا في السعودية ولا في الكويت يصورون بنفس طريقة الاستاذ ابو طلال ما شفت حدا عندهم من التعليقات يكتبوا لهم انو انت قاعد تقلد ابو طلال وقاعد تسرق محتوى ابو طلال وليش تسوي مثل ابو طلال يا اخي الرجل مشى في طريق ونجح فيه ومن يطبيعي انو الناس تقلد الشخص الناجح تخيل اني امقلد شخص تافه وشنو ساعتها ودي يكون تعليقك على المحتوى التافه اللي راح اقدمه كل اليوتيوبر الكبار المشاهير على مستوى الوطن العربي كلهم يقلدون بعضهم وين المشكلة يا اخي ولكن كل من له اسلوبه وسبحان الله الدنيا ما شهيت ويريت انو الامر موقف عندها الامر يقولونك يعني يجي لك يكتبونك في التعليقات هذه السلام عليكم الابو طلال يا اخي السلام عليكم هذه تحية الاسلام ومن الطبيعي لما ندخل على المجالس او نشوف اي شخص او كذا نقوله السلام عليكم وكل شخص له طريقة باسلوب الالقاء الا ان ابو طلال الرجل له اسلوبه لما يقول السلام عليكم فانا ما اقلده مية بالمية ولكن هاي السلام عليكم كل الناس تقولها ومن الطبيعي لما تكون مثلا غايب عن شخص فترة طويلة من الطبيعي تشلمة السلام عليكم يكون لها يعني اسلوب خاص تعبر عن انو انت تعز هذا الشخص وتحبه ومشتاقله يطلع التعبير هذا من خلال كلمة السلام عليكم فتشلمة السلام عليكم ما هي حكر على احد وسبحان الله الاشخاص هذول ما ادري شلون يفكرون وانا كنت اتعمد اثبت بعض التعليقات لاشخاص المسيئين هذول اثبتها اسفل الفيديو علشان اخلي المتابعين يردون عليه وعلى التنمر وما كانوا الاخوة والاخوات يقصرون في هذا الموضوع وكثير منهم من متابعين استاذ ابطلال كانوا يردون وما يقصرون في حق هذول اشخاص المسيئين كان لابد من تصوير هذا الفيديو وضع النقاط على الحروف وتوضيح الفكرة للناس وفي النهاية الشكر موصول للاستاذ ابطلال الحمراني ولمتابعين لاستاذ ابطلال الحمراني المحترمين والرجل في النهاية انا وجه له الشكر والاحترام والتقدير رجل ما ظرني في قناتي ولا قفل ليها وكان يقدر يسوي هذا الشيء بثلاث انذارات بسيطة ويقفل القناة وخلاص سنتهي من الوجود وأرجع أنا أبدع من أول وجديد وأتعب التعب اللي تعبته إلا أن الرجل أصيل واشتغل بأصله وطيب أخلاقه وأوجه له تحية من خلال هذا الفيديو ولمتابعينه الكرام والمحترمين وأتمنى أنه هذا الفيديو يوصل للأستاذ ابطلال وهو بدوره ويوصل الفكرة لمتابعينه اللي يتنمرون على باقي الأشخاص اللي يصردون القصص المهم في النهاية أنا التعليقات هذه صراحة يعني في البداية أثرت فيني وقلت يعني شنوه الناس هاي المريضة إلا أن بعدين قلت لازم أني أستمر في تقديم القصص والبحث عن القصص النادرة والغريبة واللي تستحق أنها تروى والحمد لله رب العالمين الله وفقني وصار عندي متابعين وأخوة وأخوات وصرت يعني يعني لازم كل يوم أروي قصة وأرد على التعليقات كلياتها تعليقات لأخوة والأخوات وأتقبل النقد البناء والأشخاص اللي ينتقدون بطريقة بحيث أنه أنا أستفيد من هذا النقد وأحسن من طريقة السرد وأحسن من طريقة الإلقاء وأنتقي القصص وأحاول أجيب قصص من كافة الدول العربية وصراحة يعني أشكر كل الأخوة والأخوات اللي دائما يدعموني بتعليقاتهم الجميلة والمحفزة لأجل أني أستمر في تقديم المزيد من القصص والمحتوى اللي يستفيد منه ويعتبر منه الناس نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والهدى والتقى في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر